معك خلص يعني في عندي حاجة كتير جدا لكن انا عاوز عشان الوقت عندنا عادة كمان فعندك دلوقتي رسالتين الرسالتين دول انا باديهم للي هو عزيز عليها قوي الرسالة اللي هو هتبعثها المين وتقول فيها ايه طيب قبل ماقول الرسالتين طبعا يمكن انا اتكلمت على يوسف بشكل اكبر شوية لكن مريم انا برضو فخور بها جدا لان هي يعني ماشية في تفكير هائل جدا يا رب ان شاء الله تسنيم دي الاخر اللي عنقود هي اللي مسيطرة شوية اكيد اكيد ربنا خليهم لك يا رب فيما يخص المسيجات يعني يعني في حياتك بتمر بشوية حاجات بتبقى انت محتاجة جدا الحاجات دي لازم بتتعلق في دماغك ما تنسهاش وفيه ناس تقدر تردلهم الجميل وفيه ناس ما تقدرش تردلهم الجميل مين انت عاوز تردلوا الجميل في جسالة دي فيه تلات اربع اشخاص مين هم يعني ممكن دكتور غريب ده عام اللي انا بقول عليه عام غريب اللي انا تربيت عندهم اللي انا قلتلك في السياق الحديث قال لي لعب ناحية اليمين ده واحد الله كان بيحاربنا انا بقى هو أسرته يعني محمد كان زميل وهم أسرته التانية دول دول انت كنت عايش معهم اكتر ما عشت مع اهلك في فترة من الفترات يعني في مراحل حياتك يعني نعم يعني من غير اي دم ولا اراب ولا حاجة الناس دي فضلت معاكم سندكم ازراكم مهما انت عملت عمرك ما تعرفت ده دي جميل نعم كابتور غريب عام صمد غريب عام صمد كنت انا في سنوية عامة ممكن برضو هو يكون فاكر الموضوع مش فاكر لكن انا عمري ما انساه فالسنوية العامة كان مدرسة خاصة سنوية خاصة فكان بتاخد حوالي 750 جنيه تقريبا ده المصاريف هو اللي دفعها جاء الساعة سبعة الصبح دفعها ممكن نادي دفعها ولما مش عارف لكن هو كان حريص جدا هو ان هو مجرد ان ييجي دي حاجة طبعا حاجة كويسة عمري ما انسى الموقف ده الكابتن ابراهيم عام صمم فيه شخصياتين سريعة سريعا بقى كده في واحد كان اسمه صابر صالح كانت صابر صالح كان بداعا في الترسانة في يوم انا كنت فري خالص يعني مشيت من النادي الاهلي كنت ممكن اروح اي مكان تاني نعم وهو كان المدرس بتاعي في السنوية او في المدرسة وكان مدرر في الترسانة فكنا قاعدين في المدرسة وكان لو راحت الترسانة خلاص فيش مشكلة خالص يعني وهو المدرس بتاع المرحلة العمرية بتاعتي نعم فالمدرسين كانوا استاذ عزة واستاذ جماله قالوا خد سيد فقالهم سيد مش هلا بغير في النادي الاهلي انا مش هلا مع انه هو اللي بيمرن الترسانة فده من المواقف برضو لعمر منساها اخر واحد انا عافش ممكن يكون سامعنا ولا لا وهو فين بالضبط الوقت كان واحد من الناشئين كان اسمه خالد عبد المينان ابو توفى بالتأكيد دلوقتي لكن ابوه ده له فضل مش عليا بس على ناس كتيرة جدا الرجل ده كان بيجيب لنا لبس اسم ايه خالد عبد المينان الوالد كان اسمه عبد المينان عبد المينان الرجل ده يعني لو خالد سامعني دلوقتي يعني ابوك عمل بسمة كبيرة جدا في وقت من الاوقات على وجوه الناس كان مسؤول ان هو يجيب لهم لبس مسؤول ان هو يجيب لهم حاجات احتياجاتهم كل النشئين اللي موجودين في النادي الاهلي ومن عظمة النادي الاهلي برضو في الحتة دا كان الرجل ده يعني بيختار مجموعة يجيب لها لبس سنوي شتوي صرفي فلو هيفتخر يفتخر بابو لان فعلا كان بيعمل حاجة كويسة ولنشئ لو هو لسه عايش ربنا يديله الصحة والعافية ولو هو توفى الله الله يرحمه ويحسن إليه وكل ده